مفرداتكم وأفكاركم ومحاضراتكم واللي يتبثونها على منابركم صدعت رؤوسنا بمفردة أو عبارة أبو ذر اللي دائما تقولون أنه هو أول من أسس المعارضة حتى في زمن معارضة صدام كنت تقولون هو من أسس المعارضة علي من على الطغاة وعلى الظلم وكان يقول عجبته لمن لا يجد في بيته قوت كيف لا يخرج للناس شهرا سيفا ماشي هس نحكي على القوت نحكي على الخدمات نحكي على الأمين نحكي على الذلة نحكي على هاي الخراب اللي صار نحكي على القتل نحكي على الجرائم مش نحكي على يا مليف تردون